أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو أن الأسعار العالمية للمنتجات الغذائية وصلت الشهر الماضي خفاضها الذي تواصله بثبات منذ تسعة أشهر في المقابل ذكرت المنظمة أن أسعار الأغذية بلغت مستويات قياسية خلال العام الماضي بينما يعود الرقم القياسي الأخير إلى عام 2011 على وقع الحرب الروسية الأوكرانية وموجات الجفاف ورغم تراجعها لتسعة أشهر على التوالي أسعار الغذاء في 2022 الأعلى في التاريخ هذا ما كشفت عنه منظمة فاو التابعة للأمم المتحدة والتي أكدت أن الأسعار العالمية للاستلع الغذائية كالحبوب والزيوت النباتية كانت الأعلى على الإطلاق ما فاق ملجوع حول العالم المنظمة الدولية أوضحت أن مؤشرها الذي يتتبع التغييرات الشهرية في الأسعار العالمية للسلع الغذائية الشائعة تجاريا بلغ متوسطه العام الماضي نحو 144 نقطة ليكون أعلى بنسبة 14% عن متوسط عام 2021 قتامة الوضع الغذائي عالميا برزت بشدة في إثيوبيا والصومال وكينيا إذ عانت من أسوأ موجة جفاف خلال عقود وسط تحذير الأمم المتحدة من أن مناطق في الصومال تواجه المجاعة كما أثر معاشه العالم السنة الماضية من تعطل للإمدادات عبر البحر الأسود وتقل بأسواق الطاقة وأزمة إمدادات الأسمدة أثر كل ذلك في إنتاج الغذاء عالميا وببلوغ التضخم في كثير من الدول مستويات لم تسجل منذ عقود مع انعكاس ذلك ارتفاعا في أسعار السلع والخدمات الضرورية يزداد الحال تشاؤما أما بالنسبة للأفراد والدول فالآمال معقودة بأن تنتهي حرب روسيا وأوكرانيا المنتجتين معا نحو 30% من احتياجات العالم من القمح والشعير وخمس الذرة وأكثر من نصف زيت عباد الشمس وأن يسهم ذلك بتراجع أسعار الأغبي ينضم إلينا نادر نور الدين الخبير في الأمن الغذائي من القاهرة أستاذ نادر بداية لو تشرح لنا ما أعلنته منظمة الأغذية والزراعة اليوم كيف يمكن للأسعار العالمية للمنتجات الغذائية أن تواصل انخفاضها وفي نفس الوقت تسجل المنظمة بأن الأسعار الأغذية بلعت مستويات قياسية خلال العام الماضي كيف يستوي ذلك لأنه في بداية العام حدث ارتفاع في أسعار البترول في شهر يناير بعد أن أعلن الرئيس الروسي بوتين على عزمه إلى عدم اندمام أوكرانيا إلى حلف الناتو وهدت بالغزو ثم قام بالغزو فعلا في 24 فبراير فارتفعت أسعار مجمل أسعار الغذاء بنسبة قرابة عالمية في المية على سبيل المثال ارتفعت أسعار طن القمح من 250 دولار إلى 500 دولار وهذا أعلى من المسجل في أزمة الغذاء العالمية لعام 2010 المسجلة بـ 480 دولار هذه المرة وصل إلى 500 دولار للطن الواحد وتابع هذا الارتفاع طوال الشهور السلاسة التي بدأت من نهاية فبراير بعد الغزو الروسي لأوكرانيا إلى أن تم توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لتسهيل مرور الحبوب في البحر الأسود برعاية تركية أممية وبالتالي بدأت الأسعار تنخفض ثم جاءت الاتفاقية الثانية لتواصل الأسعار انخفاضها حتى بالتالي أن هذا الارتفاع سبب الفترة من يناير وحتى شهر ستة إلى أن بدأت في شهر يوليو الماضي الأسعار في الانخفاض واستمرت تسعة أشهر حتى أن بيان منظمة الأغذية والزراعة بيوضح أن الأسعار الآن عند مسيلتها في شهر نوفمبر من العام الماضي وأن كل التضخم العالمي الآن الحادث نتيجة الارتفاع أسعار الغزاء لا يزيد عن ستة في المية فقط بعد أن كان قد وصل إلى مية في المية الزيوت الآن حتى في مستويات أقل من مستوياتها قبل اندلاع الحرب الروسية الأورانية في شهر نوفمبر الماضي إذن هناك انخفاض مستمر كانت الزيوت ارتفعت من 750 دولار للطن إلى 2500 دولار للطن لأن 73% من زيوت دوار الشمس تخرج من روسيا وأوكرانيا وتتوقع من نظمة الأغذية والزراعة أن يستمر الانخفاض طوال ثلاثة أشهر قادمة بما أن حديثنا الآن يعتمد على التقرير الذي أصدرته منظمة الفاو هل هذه المنظمة ينحصر دورها في رصد أسعار الأغذية في العالم وإصدار التقارير الدورية والسنوية بخصوص هذا أم أن دورها يمتد إلى أكثر من ذلك مساعدة الدول خصوصا فقيرة منها على مواجهة تحديئة ارتفاع أسعار الغذاء لا هي منظمة الأغذية والزراعة وأنا خبير استراتيجي في الجمعية العامة للمنظمة منذ عام 2019 بترصد أسعار الغذاء في العالم وتضع السياسات الزراعية البديلة وتضع السياسات المائية أيضا اللازمة للتوسع الزراعي في البلدان التي تعاني من انقفاض أنتاجها الغذاء وفجوة الغذائية وبالتالي تستورد كميات كبيرة وأيضا توسي ببعض الأمور الخاصة بتصدير الغذاء وحظر منع تصديره كما حدث مثلا في الهند من شهرين حين حظرت تصدير الأرز ومن قبلها بعض الدول أيضا حظرت تصدير بعض الحبوب وماليزيا حظرت أيضا تصدير الزيوت وده بالتالي يؤدي إلى رفع الأسعار ثم تبدأ دور منظمات الإغاثة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي في تقديم المعونات يعني مثلا تقرير المنظمة رصد 44 مليون فقير يقتربون من المجاعة في شرق أفريقيا في الصومال وجبوتي وجنوب إثيوبيا وكينيا وبالتالي هنا يبدأ دور منظمات الإغاثة وبرنامج الغذاء العالمي في الإمداد والحصول على تبرعات عالمية لإنقاذ ومنع هذه المجاعات وأيضا ارتفاع نسبة الفقر والجوع الذي زاد إلى 880 مليون جائع وفقير في العالم بعد أن كان 800 مليون فقط قبل هذه الأزمة إذن هنا نحن نأمل في أن يستمر تجديد برنامج مرور الغذاء من روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود وأيضا نأمل في انخفاض أسعار البترول لأن البترول يتسبب في رفع إنتاج أسعار الغذاء بنسبة 33% لأنه تلت إنتاج الغذاء طاقة سواء في وقود الجرارات الحصادات النقد البحري مصانع الأسمدة عن الموجود وما يعيشه العالم من تقلبات لهذه الأسعار وتقلبات الأوضاع الاقتصادية والأمنية ومصير الحرب الروسية الأوكرانية إلى أين تتجه أسعار الأغذية الأساسية وما يرتبط معها من مسائل الأمن الغذائي في العالم وأيضا زيادة على ما ذكرتها حضرتك تغيرات المناخ وتكرار نوبات الجفاف وتكرار السيول أو الأحداث الجانحة كما حدث في التي ضربت باكستان وغطت تلت أراضيها ثم ضربت الهند فدمرت معصول الأطن وارتفعت أسعاره نقدر أن التوقعات للعام الجديد حتى ما أصدرته اليوم البورصة الأمريكية بتقول أن هناك استقرار في إنتاج الغذاء وهناك وفرة وإن كان في إنتاج القمح العالمي ما زال الإنتاج عالي بمعدل 780 مليون طن إنما الاستهلاق قد يزيد 10 مليون طن عن الإنتاج يصحب من المغزول الاستراتيجي للقمح ومش متوقع أن لا يزيد ارتفاعات القمح أكتر من 6% خلال الثلاث أشهر الأولى من هذا العام أرض أن هناك وفرة في إنتاج الزيوت العالمية خاصة زيوت دوار الشمس من روسيا وأوكرانيا وزيوت الصوية من البرازيل والأرجنتين وبالتالي هناك استقرار قد يستمر لثلاثة أشهر حين تجديد الاتفاقية الروسية الأوكرانية وإذا ما تعسرت قد نفاجأ بارتفاع جديد لأسعار الغذاء شكرا جزيلا أستاذ نادر نور الدين الخبير في الأمن الغذائي حدثنا من القاهرة شكرا لك